من قام ريلة القدر إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه ألا وإنه في ثنايا هذا القيام وفي طيات هذه الليالي من العمل الصالح الكريم مع القرآن والقيام الاشتغال بالدعاء أجل الدعاء الدعاء وكم كانت أمنا عائشة رضي الله عنها فطنة حريصة لما جاءت فسألت يا رسول الله أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر ما أقول فيها أدركت رضي الله عنها أنها ليلة يصاد خيرها بالدعاء ويحاط فضلها بالطلب والسؤال من الله فجاءت تسأل النبي الموحى إليه صلى الله عليه وسلم أقرب الناس إلى ربه وأدركهم لرحمته وخشيته قالت ماذا أقول أي جمل الدعاء أعظم في تلك الليالي قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فعفو عني اجعلها على لسانك واجعليها على لسانك أختاه هذه الليالي أدمنوا هذه العبارة منذ غروب شمس كل ليلة من ليالي رمضان حتى يطلع الفجر اجعلوها في قيامكم وقعودكم بين جلساتكم بين ركعاتكم وسجداتكم اجعلوها في طيات حديثكم من أدمنها أو شكو الله أن تخرج لا أقول من فيه بل من قلبه عبارة توافق بابا مفتوحا في السماء فتجد إجابة أرأيت إن عف الله عنك وكتب لك العفو أي عبد سعيد تنال من رحمة هذه الليالي وبركتها في هذا العام إن كتب الله لك عفوة عشت سعيدا ومت حميدا وبعثت يوم الكرامات إن شاء الله تعالى مغفورا لك إن وجدت عفو الله عز وجل لن تصارع آلام المرض والهم والحزن والدين في حياتك إن عف الله عنك عشت وقلبك مغمور برحمة الله ولطفه هذا العفو من ربنا العفو مبذول في هذه الليالي فاقطفوه بالدعاء واحصدوه رعاكم الله بكثرة الطلب اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفو عني